نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة القاسمية ندوة علمية تحت شعار السنة النبوية ودورها في تعزيز الوحدة الإنسانية والسلم المجتمعي بالشراكة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وتطرقت الندوة التي حضرها الأستاذ الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية إلى ما هي الوحدة الإنسانية والسلم المجتمعي وركائزهما وأثارهما إلى جانب الدور المؤسسي والإعلامي في تعزيز هذا المفهوم فضلا عن الوقوف على أثر التطور الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوحدة الإنسانية والسلم المجتمعي